مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج إضاءات هل تم تكليفك لتحمل مسؤولية مشروع متعثر أو أي عمل فيه مشكلة سوء الأداء هل تتطلب مهمتك أن تظهر النتائج الإيجابية بسرعة إن كانت إجابتك بنعم فأعتقد أن مبدأ باريتو هو الحل صاحب مبدأ باريتو هو ويلفرد فريدز باريتو عالم الاقتصاد الإيطالي ويسمى مبدأ باريتو أيضاً في علم الإدارة بقاعدة 20-80 وتفترض هذه القاعدة أن 80% من النتائج هي نتيجة لـ 20% فقط من الأسباب لهذا المبدأ تطبيقات كثيرة في الحياة وسنركز هنا على الجانب الإداري والإنساني وبعيداً عن دقة الرقم هل هو 10-90-30-70 ولكن الفكرة تكمن بأنه يمكن التركيز على عدد بسيط من الأسباب والتي تؤثر على الكثير من النتائج أو المخرجات أو يمكن إعادة صياغة هذا المبدأ بالقول بأن نركز على النتائج المهمة التي يقيم فيها أداؤنا وبالتالي فالمعالجة تكون نوعاً ما أسهل وذات أثر كبير من تجاربي في العمل أن هذا المبدأ يفيد كثيراً عند الحاجة لإظهار النتائج بسرعة مثلاً مشروع متعثر وطلب منك كمدير تصويب الأوضاع بسرعة هنا يتم التركيز على ما هي المخرجات المطلوبة وما هو نطاق العمل والفهم الصحيح والدقيق لما هي المشاكل والشكاوي وما هو الانتقاد من الأطراف الفاعلة في المشروع أو العمل ثم عمل موازنة ما بين المخرجات والأسباب الرئيسية للفشل وهنا لا بد من التذكير بالكلمة السحرية التواصل التواصل مع كل الأطراف أساس مهم للنجاح وحينها يتم تصنيف هذه الأسباب والتركيز على أهمها التي تسبب أهم المشاكل ثم توجيه كل الجهود والإمكانيات باتجاه هذه الأسباب من أجل حلها بأسرع وقت وفي الحياة الشخصية يمكن تطبيق هذا المبدأ أيضا حين التعاطي مع مشاكلنا وأسبابها وتطبيق نفس المنهج السابق عليها دمتم بخير